صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظ الله برعاق قرار رقم 62 لسنة 2016 باعتماد تقارير المراجعات وقرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب هذا نصها المادة الأولى تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب على النحو التالي الدفعة الثالثة والعشرون وتشمل عدد 26 تقرير لمراجعة أداء المدارس الحكومية وعدد 12 تقريرا لمراجعة أداء المدارس الخاصة وعدد 14 تقريرا لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وتقرير متابعة أداء مؤسسة تدريب مهني واحدة وعدد أربعة تقرير لمراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي وتنشر التقارير المشارو إليها في الفقرة السابقة وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009 المندة الثانية تعتمد قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب على النحو التالي الدفعة الثالثة والعشرون والمتمثلة في إدراج مؤسسة تعليم عال واحدة ومؤسسة تدريب مهني واحدة وتسكين عدد 11 مؤهل تعليم عالي وتنشر قرارات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وفق وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم 12 لسنة 2015 ميلادية